بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيزي الطالب إلى اللقاء الرابع من مقرر مساحة 2 هذا اللقاء سيكون تحت عنوان حساب وتصحيح مضلعات الثيودليت أهداف اللقاء في نهاية هذا اللقاء ستكون عزيزي الطالب قادرا على تحقيق الهداف التالية أولا تشرح قياس ورصاد مضلعات الثيودليت المغلقة ثانيا تستخدم احتياضات زيادة الدكة في رصد زوايا مضلعات الثيودليت المغلقة بالخضوات الآتية رصد الزوايا في وضعية الجهاز قفل الأفق عند قياس الزاوية الأفقية ورصد الزاوية على عدة أقواس رابعا تضبق عملية حساب وتصحيح مضلعات الثيودليت المغلقة عزيزي الطالب تدرقنا في اللقاء السابق حول مضلعات الثيودليت حيث تم تعريف مضلعات الثيودليت على أنها عبارة عن سلسلة من الخضوط المتصلة مع بعضها البعض والتي قد تكون نقطة البداية فيها من ضبق على نقطة النهاية كما في المضلعات المغلقة أيضا تم عرض مجموعة من النماذج لهذه المضلعات سواء كانت المضلعات المغلقة أو المضلعات المفتوحة في عملية رفع المناطق ورفع المشاريع الطولية كالطرقات بعد ذلك تم توضيح أنواع الثيودليت وهي ثلاثة أنواع أساسية النوع الأول تصنيف مضلعات الثيودليت بحسب الشكل حيث تم تصنيفها إلى نوعين أساسيين هما المضلعات المغلقة والمضلعات المفتوحة أما بالنسبة للنوع الثاني فتم تصنيف مضلعات الثيودليت بحسب الجهاز المستخدم إلى مضلعات الرفع الطولي بشريط القياس ومضلعات البوصلة وإيضا الليفل ومضلعات الثيودليت واختتاما بمضلعات التوتل استيشن أما بالنسبة للنوع الثالث عزيزي الطالب تم تصنيف مضلعات الثيودليت بحسب دكة المضلع إلى أربعة أنواع مضلعات عالية الدكة ومضلعات دقيقة ومضلعات متوسطة الدكة ومضلعات عادية الدكة وتم شرح ذلك بالصور والجداول المبينة لكل نوع من أنواع فيودليت بحسب الدكة وفي هذا اللقاء الذي يعتبر امتدادا للقاء السابق ومرتبطا باللقاء السابق ارتباطا مباشرا حيث سيتم شرح جميع الأعمال المكتبية الخاصة بالحسابات والتصحيحات اللازمة لجميع أنواع المضلعات المغلقة التي تقاس بجهاز الثيودليت حتى الوصول إلى الرسم التفصيلي الخالي من أي أخطاء أثناء عملية القياس وأثناء أخذ القراءات إن المتضلبات الأساسية عزيزي الطالب لعملية رفع مضلعات الثيودليت كما تم ذكره في اللقاء السابق هي قياس أضوال الأضلع وقياس الزوايا سواء كانت الزوايا الداخلية أو الزوايا الخارجية للمضلع ولابد أن تكون تلك القياسات للأضوال والزوايا بدقة عالية بهدف الحصول على رفع مساحي صحيح وخالي من الأخطاء حيث بعد عملية الانتهاء من الأعمال الميدانية في الحقل يأتي دور المرحلة المكتبية وحقيقة أن المرحلة المكتبية تعتمد اعتمادا مباشرا على دقة العمل في الميدان وهي مرحلة متعلقة بعملية فرز وتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها الفريق الميداني أثناء الرفع المساحي وهنا سوف يتم التضرق إلى تصحيح الأخطاء المتعلقة بالرفع المساحي من خلال عملية رفع المضلعات المساحية المغلقة وإذا كانت هذه الأخطاء الناتجة عن العمل الميداني في حدود المسموح به مساحيا فأنه يتم استخدام مجموعة من العلاقات الرياضية لتصحيحها وبالتالي القيام بعملية التوقيع فيما بعد أما إذا كانت هذه الأخطاء أكبر من القيمة المسموح بها فأنه لابد من إعادة العمل الميداني بأكمله قياس ورصاد مضلعات الثيودليت المغلقة يمكن تصنيف قياس ورصاد مضلعات الثيودليت إلى نوعين رئيسيين حيث يجب على المهندس المساح عند رفع مضلعات الثيودليت التقيد بهذين النوعين وهما على النحو التالي النوع الأول قياسات زوايا مضلة واحتياطات زيادة الدقة النوع الثاني قياس أضوال أضلاع مضلة وحسابات التصحيحات اللازمة لها حقيقة عزيز الطالب أن النوع الثاني من عملية تصنيف القياسات كما نلاحظ الشاشة التي هي عبارة عن قياسات أضوال أضلاع وحسابات التصحيحات اللازمة تم عملها في عدة لقاءات في مقرر مساحة واحد ولكن بالنسبة لمقرر مساحة اثنين سوف يتم التركيز على عملية قياس زوايا المضلة واحتياطات زيادة الدقة عند قياس الزوايا عند قياس الزوايا الوفقية لمضلعات الثيودليث يجب على المهندس المساح اتباع الخضوات الآتية وبالتسلسل حتى يتم الحصول على نتائج ذات دقة عالية خالية من أي أخطاء ميدانية وبالتالي تكون الأعمال المكتبية الخاصة بالتصحيح قليلة وبسيطة ومن هذه الاحتياطات ما يلي أولا رصد الزوايا أو الاتجاهات في وضعي الجهاز ثانيا قفل الأفق عند نقاط رؤوس المضلعات وأخيرا قياس الزوايا الوفقية على عدة أقواس وفيما يلي عزيزي الطالب توضيح لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مدعمة بالأشكال التوضيحية النوع الأول رصد الاتجاهات في وضعي الجهاز عند قياس الزوايا الوفقية بجهاز الثيودليت يجب على المهندس المساح رصد كل زاوية في وضعي الجهاز كما تم شرحه في اللقاء السابق وهذا وضعان هما الوضع المتياسر والوضع المتيامن وتسجيل قراءة الدائرة الوفقية في الوضعين ويجب أن يكون الفارق فيما بين هاتين القراءتين في الوضع المتيامن والوضع المتياسر 180 درجة كما نلاحظ في الشكل التوضيحي حيث أننا نلاحظ أن الشكل الأول يوضع عملية الجهاز في الوضع المتياسر للجهاز حيث أن المنقلة الرأسية تكون في الجانب الأيسر من الجهاز وبالتالي تكون حركة الجهاز مع حركة عقارب الساعة ويسمى هذا الوضع بالوضع المتياسر أما بالنسبة الوضع المتيامن فتكون المنقلة على يمين المنظر المساحي ويكون حركة الجهاز في حركة أكسية بالنسبة لحركة عقارب الساعة كما نلاحظ في الشكل المرفق وبالتالي عند قياس أي زاوية في هذا الموضعان تكون عملية قياس الزاوية بدقة عالية ولا بد أن يكون الفارق فيما بينهما كما ذكر سابقا 180 درجة الاحتياط الثاني وهو عبارة عن قفل الأفق عند نقاط رؤوس المضلعات يقصد بعملية قفل الأفق أثناء عمل قياس الزاوية الأفقية عند نقدة من نقاط رؤوس المضلع هو عبارة عن الرجوع مرة أخرى إلى الاتجاه الذي بدأنا منه عملية القياس ثم تسير القراءة على الدائرة الأفقية بمعنى كما نلاحظ في الشكل بأننا المطلوب هو عبارة عن عملية قياس الزاوية ما بين الاتجاهين A B و A C ولكن لزيادة الاتجاه يتم أولا قياس الزاوية الداخلية ثم القيام بعملية قفل الأفق كما نلاحظ في الشكل بحيث أننا نعود إلى نفس النقضة الأولى التي بدأنا منها عملية القياس فعلى سبيل المثال عند الاتجاه الأول إذا بدأنا من عملية قياس الزاوية أو الدائرة الأفقية من قيمة مقدارها الصفر فعند عملية قفل الأفق لابد ما تعود قراءة الجهاز بالنسبة للدائرة الأفقية عند النقضة الأولى قيمة صفر وبذلك يكون دكة الجهاز المستخدم عالية ولا توجد أي أخطاء في الدائرة الأفقية الخاصة بعملية أخذ القراءات بالنسبة للزاوية الأفقية منها أما بالنسبة للإحتياط الثالث وهو عبارة عن قياس الزاوية الأفقية على عدة أقواس يفضل عند قياس الزاوية الأفقية التكرار في عملية القياس على عدة أقواس من الدائرة وحساب متوسط تلك القياسات التي تم أخذها وهذا يعتمد عزيزي الطالب على دقة المضلع المراد القيام بعملية رفعه إذا كان مضلع رئيسي أو مضلع ثانوي أو مضلع عادي وبالتالي تكون خضوات الحقلية بالنسبة لمرحلة القياس على عدة زوايا وتكون هذه الزوايا على النحو التالي قياس مضاعفات الزاوية 45 القياس على مضاعفات الزاوية 30 القياس على مضاعفات الزاوية 22 القياس على مضاعفات الزاوية 15 القياس على مضاعفة الزاوية 11 وبالتالي هذا عبارة عن مجموعة من زوايا الأقواس التي نبدأ عندها عملية قياس الزاوية الأفقية وذلك لتحري عملية أبتكا نبدأ بالزاوية على سبيل المثال صفر ونقوم بعملية قياس الزاوية الأفقية ثم نقوم بعملية رجاع الجهاز إلى الوضع الأول ونقوم بعملية تعديل قراءة الزاوية الأفقية على زاوية قوسية جديدة ولتكن 45 وتكرر عملية على بقية الزاوية القوسية الموضحة في المخطط وبالتالي نقوم بعملية رصد عدة قراءات للزاوية الأفقية وللحصل على قيمة الزاوية الأفقية عزيزي الطالب نقوم بجمع تلك القراءات وجسمتها على عدد عملية التكرار وبالتالي نحصل على قيمة زاوية أفقية ذات دقة عالية هذه مجموعة من الاحتياطات عند قياس الزاوية الأفقية وهي عبارة عن ثلاث احتياطات التي هي عبارة عن قياس الزاوية الأفقية على عددها قواس ثم عملية القيام بقفل الأفق عند قياس الزاوية الأفقية وأيضا عملية القياس في الوضع المتيامن والمتياسر حتى الحصول على زاوية أفقية بدقة عالية حساب وتصحيح مظلعات الثيودليت المغلقة خضوات تحقيق المظلعات المغلقة إن حساب المظلع هو أول خطوة في خضوات الأعمال المكتبية التي يقوم بها المهندس المساح ومكسود بالحسابات هي الوصول إلى القيمة الحسابية لإحداثيات رؤوس نقاط المظلع وبالتالي يتظل ذلك المرور على عدة مراحل لعملية الحساب والتصحيح والتدقيق بالنسبة لكافة مراحل عمليات الرفع التي تمت في الميدان حتى يتم عملية تأكيد وتحقيق المظلع وتحديد الأخطاء التي تم تصحيحها للوصول إلى المخطط النهائي وأيضا تقدير هل الخضاء الناتج في حدود المسموح به حتى نقوم بعملية الاستمرار في عملية التصحيح المكتبي وإذا كانت هذه الأخطاء أكبر من القيمة المسموحة به فأنه لابد من الرجوع إلى الأعمال الميدانية مرة أخرى للقياس من جديد وبالتالي عملية الرفع بدقة عالية كمان نلاحظ في الشكل المجاور عزيز الطالب أنه عبارة عن يوجد لدينا مظلع رباعي الشكل تم عمليا رفعه في الميدان وبالتالي تم عملية إجراء جميع التحقيقات والحسابات المكتبية بغرض الحصول على إحداثيات رؤوس نقاضه كما هو موضح في الشكل وبالتالي عملية رسم هذا المظلع بدقة عالية بواسطة الإحداثيات وهذا ما سوف نقوم بعمله اليوم بإذن الله المخطط التالي يوضح الخضوات المتسلسلة للعمل المكتبي الخاص بإجراء حسابات وتصحيح المظلعات المكفلة حتى الوصول إلى الإحداثيات المصححة وبالتالي إنتاج الرسم بدقة عالية وهذه الخضوات تتلاوح من ثمان إلى عشر خضوات هي على النحو التالي أولا حساب خضاء القفل في زوايا المظلع ثانيا حساب انحراف خضوط المظلع حساب مركبات خضوط المظلع وحساب خضاء القفل في المركبات وأيضا توزيع خضاء القفل وتصحيح المركبات بالإضافة إلى حساب الإحداثيات بالنسبة للمقاط رؤوس المظلع وأيضا حساب مساحة المظلع وأخيرا القيام بإنتاج رسم ومن ثم عملية توقيع المظلع على سطح الأرض هذه عبارة عن مجموعة من الخضوات الأساسية اللازمة لعملية القيام بالتصحيح المظلعات المغلقة وسوف نقوم بشرح كل خضوة بصورة مستقلة موضحا ذلك بأصور والمخططات التفصيلية أولا حساب خضاء القفل في زوايا المظلع ولحساب خضاء القفل في زوايا المظلع عزيزي الطالب نلاحظ أن لكل مظلع مغلق مجموع نظري من الزوايا الداخلية ومجموع نظري من الزوايا الخارجية كما نلاحظ في المعادلات المرفقة بأن مجموع الزوايا الداخلية الانترنال انجل يساوي تسعين مضروبة في اثنين ان ناكسا اربعة حيث ان ان هي عبارة عن عدد زوايا المظلة الداخلية وبالنسبة للزوايا الخارجية فان مجموعها النظري يساوي تسعين في اثنين الان زايدا اربعة هذه عبارة عن القوانين الخاصة بيجاد مجموعة زوايا الداخلية للمظلة او الزوايا الخارجية الان نقوم بعملية مقارنة هذه الزوايا او مجموعة هذه الزوايا النظرية مع مجموعة الزوايا التي قام المساح بعملية رفعها على الحقل سواء كانت الزوايا الداخلية او الزوايا الخارجية وعندما يكون العمل المساحي دقيق جدا فان الزوايا المرفوعة من قبل المساح تكون مساوية للزوايا المحددة بالقانون او الزوايا النظرية وبالتالي يكون قيمة الخضاء تساوي للصفل وعلى النحو التالي كما نلاحظ في الشكل فان عبارة عن الانجل ايرور هي عبارة عن السميشن السميشن انترنل انجل ناكسا تسعين في اثنين الان ناكسا اربعة والتي هي عبارة عن مجموعة الزوايا الداخلية النظرية وعند عملية القياس كما ذكرنا بدقة عالية فانه تكون عبارة عن السميشن انترنل انجل تساوي لتسعين في اثنين الان ناكسا اربعة وبالتالي يكون قيمة الخطأ الزاوي مساويا للصفر ما تم عمله بالنسبة للانجل ايرون من عملية التصحيح يكرر بنفس الاسلوب للإكسترنال انجل في عملية التصحيح ولكن عزيزي الطالب في حالة إذا ظهر لدينا خطأ في عملية قياس الزوايا فإنه لابد من قرنة هذا الخطأ هل هو في حدود المسموح به أم أنه قد تجاوز المسموح به والقانون المستخدم في ذلك هو عبارة عن بسيط جدا إما أننا نقوم بعملية استخدام القانون الأول الذي يساوي عبارة عن ال-E رمز للإرور والذي يساوي واحد ونصف في الكي في جذر ال-N ال-N هي عبارة عن مجموعة الزوايا بالنسبة للمضلعات المغلقة أما بالنسبة للكي الموضحة في المعادلة فإنها عبارة عن دكة الثيودليد بالثواني والقانون الآخر هو عبارة عن الإي يساوي السي في جذر ال-N حيث أن السي هي عبارة عن ثابت يعتمد على دكة الثيودليد فهو يساوي 30 في حالة دكة الثيودليد 20 ثانية ويساوي 70 في حالة ثيودليد دكة دقيقة واحدة وإذا كان الخضاء المسموح به وإذا كان الخضاء المسموح به أكبر من قيمة الخضاء الناتج من المعادلة فإننا ننتج باتجاه عملية التصحيح وبالتالي نأخذ قيمة الخضاء الذي هو عبارة عن ال-Angle Error سواء كان ال-Internal أو ال-External ونقوم بعملية قسمة هذا الرقم على ال-N الذي هو عبارة عن مجموعة الزوايا لمضلعات المغلقة وبالتالي يتم عملية توزيع هذا الخضاء بالتساوي على جميع الزوايا إما بالنقصان أو بالزيادة الخضوة الثانية وهي عبارة عن حساب انحرافات خضوط المضلع كما نلاحظ عزيزي الطالب بأنه عند عملية رفع المضلعات المغلقة أو حتى المفتوحة فأنه يفضل أن يكون فيها أحد الأضلاء معلوم انحرافه بالنسبة لاتجاه الشمال الحقيقي كما نلاحظ المضلع المغلق بجيم دال فأنه عبارة عن الظلع ألف باء يكون انحرافه معلوم بالنسبة لاتجاه الشمال الحقيقي كما نلاحظ في الشكل وبالتالي فأنه من الممكن أن نقوم بعملية حساب انحرافات بقية الأضلع المجهولة بمعلومية هذا الظلع المعلوم انحرافه وعلى النحو التالي انحراف الخط أو الظلع يساوي انحراف الخط السابق له زايدا الزاوية المحصورة بينهما سواء كانت داخلية أو خارجية زايدا ناقصا مئة وثمانين درجة وبالنسبة للإشارات فأنها تكون بالموجب عندما يكون ناتج داخل القوس أقل من مئة وثمانين وتكون الإشارة مأخوذة سالبة عندما يكون ما داخل القوس أكبر من مئة وثمانين درجة والخطوة الثالثة عزيزي الطالب هي عبارة عن حساب مركبات خطوط المظلع ويتم حسابها على النحو التالي كما هو موضح في الشكل حيث أننا نلاحظ أن لدينا ظلع من مظلع متعدد الأضلع وهو عبارة عن ظلع A-B ولحساب مركبات خطوط المظلع ذلك يعني أننا نقوم بعملية إيجاد طول هذا الظلع بالنسبة للمحور X وبالنسبة للمحور Y وبالتالي نحصل على ضولين إحداهما على X والآخر على Y ولكن قيمة هذان الطولان أقل من الطول الحقيقي للمظلع الذي يكون محصور بين هذين المستويين كما هو ملاحظ في الشكل بمعنى أننا نقوم بعملية حساب ما يسمى بالدلتا X وحساب ما يسمى بالدلتا Y وهذه هي عبارة عن المركبات بالنسبة لمعادلة إيجاد الدلتا X هي عبارة عن ال-L مضروبة في ساين الزاوية ثيتا والدلتا Y هي عبارة عن ال-L مضروبة في كوساين الزاوية ثيتا حيث أن ال-L هو عبارة عن ضول الظلع المراد إيجاد مركبته والثيتا هي عبارة عن الانحراف المختصر ويتم قياس هذا الانحراف من اقرب شمال او اقرب جنوب كما تم شرحه في لقاءات سابقة بالنسبة لمساحة واحد ايضا يجب عزيزي الطالب الانتباه الى الاشارات بالنسبة لوضع المضلع بالنسبة للاربعات الاربع ففي الربع الاول تكون اشارات الدلتا اكس موجبة والدلتا واي موجبة الربع الثاني الدلتا اكس موجبة والدلتا واي سالبة اما في الثالث فانه سالب سالب واما في الربع الرابع فان الدلتا اكس تكون سالبة والدلتا واي تكون موجبة الخطوة الرابعة وهي عبارة عن حساب خطأ القفل في المركبات ودقة المضلع هذه المعادلة عزيزي الطالب توضح المركبة الافقية لخطأ القفل ويتم عمليا الرمز لها بالرمز دلتا اكس محصولة بين جوسين بهذا الشكل حيث ان هذا الشكل او هذا المجموع يسمى بالمجموع الجبري بمعنى اننا نقوم بعملية تحليل جميع اضلاع المضلعات في الاكس وفي الواي وبعدها نقوم بعملية جمع المركبات لجميع الاضلاع في الاكس وجميع المركبات في الواي بالنسبة للاضلاع وبالتالي عند عملية القياس والرفع المساحي بدقة عالية فان مجموع المركبات هذه التي في الاكس لابد ان يكون مجموعها الجبري يساوي للصفر وكذلك بالنسبة لمجموع المركبات في اتجاه الواي فان مجموعها لا بد ان يساوي للصفر عند القياسات الدقيقة ولكن ترافقنا دائما مجموعة من الاخطاء اثناء عملية الرفع المساحي اثناء عملية التسجيل حتى اثناء عملية الاعمال المرتبية لذلك لا يكون دائما المجموع الجبري للمركبات في الاكس وفي الواي يساوي للصفر ولكن قد يكون رقما اما بالزيادة واما بالنقصان وبالتالي هذا يسمى بخضاء القفل في المركبات واما بالنسبة لحساب دقة المظلة فانه يتم اولا حساب الخضاء في الطول لعدم الانطباق نقدة البداية مع نقدة النهاية والتي يتم عمليا رمزها في المعادلة باللي اي والتي تساوي الجذر التربيعي للمجموع الجبري للمركبتين الدلتا اكس والدلتا واي تحت التربيع وبالتالي نحصل على دقة المظلة من المعادلة التالية حيث ان الدقة المظلة يرمز لها بالرمز اي سي سي والتي تساوي ال اي على المجموع المطلق بالنسبة لمحيط المظلة والتي تساوي عبارة عن محيط المظلة ولكن عزيزي الطالب من خلال قياسات سابقة فانه تم استنتاج ان مظلعات المدن الرئيسية لا تتعدد دقتها 1 على 2000 في حين ان المظلعات الفرعية في المدن لا تتعدد دقتها 1 على 1500 وبالنسبة للمظلعات الارياف ومظلعات الزراعية فان دقتها لا تتجاوز 1 على 1000 ويمكن حساب دقة هذه المظلعات الرئيفية من المعادلة الموضحة في الشكل والتي تساوي البي وهي عبارة عن ضول الخضاء في قياس المظلع بالنسبة للمركبات يساوي 25 زايدا 0.31 من الال زايدا 1.13 من جذر الال حيث ان الال هنا عزيزي الطالب هي عبارة عن ضول محيط المظلع المغلق الخطوة الخامسة عزيزي الطالب هي عبارة عن القيام بتوزيع خطاء القفل وتصحيح المركبات بغرض الحصول على الاحداثيات الصحيحة وتتم من خلال ضريقتين اساسيتين هما ضريقة بودتش وضريقة احداثيات الخضوط بالنسبة لضريقة بودتش المعادلة المستخدمة هي عبارة عن المجموع الجبري للمركبات سواء في الـ X او في الـ Y مضلوبة في ضول الخط او الضلع المراد تصحيحه على ضول محيط المظلع وبالتالي نقوم بالحصول على الـ C delta X او الـ C delta Y وهي عبارة عن قيمة التصحيحة التي يتم اضافتها الى المركبات في الـ X او في الـ Y او يتم عملية حذفها من هاتين القيمتين وبالنسبة لطريقة احداثيات الخضوط فان الـ C delta X والـ C delta Y هي على النحو التالي المجموع الجبري للـ D delta X او الـ D delta Y مضلوبة في الـ D delta X او الـ D delta Y اللي يضلع المراد عملية تصحيحة على المجموع المضلق للمركبات وهنا يجب ان نقوم بعملية التفريق ما بين المجموع الجبري والمجموع المضلق بالنسبة للمركبات المجموع الجبري يتم اخذ الاشارات في عين الاعتبار اما بالنسبة للمجموع المضلق فانه يتم التعامل مع جمع ارقام فقط بدون اخذ الاشارات في الاعتبار وبالتالي نقوم بعملية حساب المركبات المصاحة كما هو موضح في المعادلتين الموجودة اسفل الشاشة حيث اننا نلاحظ ان الـ D delta X والـ D delta Y المصاحة تساوي الـ D delta X او الـ D delta Y التي تم حسابها سابقا لكل الظلع زايدا ناكسا قيمة التصحيح الناتج من ضريقة بودتش او ضريقة احداثيات الخضوط الخضوة السادسة وهي عبارة عن خضوة مهمة جدا ورئيسية وهي حساب احداثيات نقاط رؤوس المضلق كما نلاحظ في الشكل لو اذا كان لدينا مضلع احد اضلاعه هو عبارة عن الـ E B ولدينا النقضة A معلومة الاحداثيات فانه يمكن ايجاد احداثيات النقضة التي تليها والتي هي عبارة عن النقضة B وذلك بمعلومية النقضة السابقة لها وهي عبارة عن النقضة A زايدا ناكسا المركبة المصححة فيما بينهما التي تم تصحيحها في الخضوة السابقة وبالتالي نحصلها لاحداثيات النقضة المتتالية كما هو موجود في المعادلة التالية فانه عبارة عن احداثيات اي نقضة ولتكون النقضة B تساوي احداثيات النقضة السابقة لها X زايدا المركبة فيما بينهما المصححة وهي عبارة عن الدلتا X وهكذا بالنسبة لاحداثيات في اتجاه ال Y تكرر هذه العملية بالنسبة لبقية النقاض عن طريق عملية التدابع بحيث ان احداثيات اي نقضة هي تساوي احداثيات النقضة لها زايدا المركبة المصححة فيما بين هاتين النقضتين النقضة السابقة والنقضة التي يراد ايجاد احداثياتها الخطوة السابعة وهي عبارة عن حساب الاضوال والانحرافات المصحة لخطوط المظلعات عزيزي الطالب ما دام واننا قمنا بعملية تصحيح انحرافات تصحيح زوايا وتصحيح احداثيات فان ذلك سوف يؤدي الى ان الاطوال تختلف وايضا الانحرافات تتغير لذلك لابد في هذه الخطوة من ان نقوم بعملية حساب مرة اخرى بالنسبة لتصحيحات الاضلاء وتصحيحات الانحرافات بالنسبة لعملية تصحيحات الانحرافات استخدام معادلة سهلة جدا تعتمد على قيمة الاحداثيات التي قمنا بعملية ايجادها في الخطوة السادسة وهي على النحو التالي ان احداثيات الظلع الذي كان معلوما سابقا ثتا اي بي وهو عبارة عن الانحراف المختصر يساوي تان الانفرس لفرق الاكساد بالنسبة للاحداثيات النقطتين المتتاليتين على فرق الوايات بالنسبة لنفس النقطتين وبالتالي نحصل على قيمة الانحراف بدقة عالية بالنسبة لعملية ايجاد الاضوال فهي عبارة عن عملية سهلة لأي ظلع يكون معلوم فيه نقطة البداية ونقطة النهاية بالنسبة للإحداثيات فبالتالي ممكن يجد أضواله على النحو التاهي كما هو موضح في المعادلة حيث أن ضول الـ A-B معلومة لإحداثيات بالنسبة لنقدمة البداية ونقدمة النهاية يساوي الجذر التربيعي لفرق الإكساة تربيع زيادا فرق الوايات تربيع وبالتالي نحصل على طول المراد قياس طوله بدكة عالية الخطوة الثامنة وهي عبارة عن حساب مساحة مضلعات الثيودليد في هذه الطريقة ممكن القيام بحساب المساحات كما تعلمنا سابقا في ضريقة التكسيم إلى أشكال هندسية مختلفة كما مر بنا في مقرر مساحة واحد ولكن نتيجة أن وجود الإحداثيات بالنسبة للمقاط رؤوس المضلع فأنه يفضل استخدام هذه الإحداثيات لعملية إيجاد المساحة وتكون هذه الطريقة ذات دقة عالية كما هو موضح في المعادلات التالية يتم عمليين توزيع وترتيب إحداثيات رؤوس المضلعات كما هو موضح في الشكل حيث أنه يتم عملية الترتيب بشكل متتالي XA و XB XC و XD إلى آخر المقاط ثم العودة إلى نقطة الأصل بنفس الأسلوب الذي تم في X يتم تكراره بالنسبة لل Y ولكن بوضعها في المقام بعد ذلك نقوم بعملية ضرب وسطين في ضرفين وبالتالي نحصل على المعادلة كما هو موضح في أسفل الشاشة وبالتالي فإن المساحة الإيريا تكون هي عبارة عن نصف حاصل ضرب الوسطين ناكسا حاصل ضرب والطرفين كما هو موضح في المعادلة أسفل الشاشة الخطوة الأخيرة وهي عبارة عن التاسعة رسم وتوقيع مظلعات الثيودليت حقيقة توجد لدينا عزيزي الطالب ثلاث طرق العملية رسم أي مظلع الطريقة الأولى هي طريقة حداثيات نقاط رؤوس المظلع وهذه عبارة عن طريقة دقيقة جدا وبالنسبة للطريقة الثانية وهي عبارة عن طريقة مركبات الأضلع والطريقة الأخيرة وهي عبارة عن طريقة الزوايا والأضوال وأيضا الإحرافات وهذه تم أخذها في اللقاء اللقاءة السابقة بالنسبة لمساحة واحد الطريقة الأولى بالنسبة لعملية رسم وتوقيع المظلعات الثيودليت والتي هي عبارة عن طريقة الإحداثيات كما نلاحظ عزيزي الطالب في الشكل المرفق بأنه يوجد لدينا مظلع مغلق معلوم رؤوس فأنه يوجد لدينا مظلع مغلق معلوم إحداثيات رؤوسه وبالتالي تم عملية أولا توضيح النقاط النقدة وB وC وD بدلالة إحداثياته في الـ X وفي الـ Y بالنسبة لكل النقدة ثم قمنا بعملية التوصيل للخضوط ما بين النقاط وتعتبر هذه الطريقة دقيقة جداً وأدق من الطريقتين الآخر وتعتبر هذه الطريقة ذات دقة عالية الطريقة الثانية وهذا شكل آخر عزيزي الطالب يوضح لنا عملية رفع مظلع رباعي ومن ثم عملية رسمه بدلالة الإحداثيات حيث أنه تم عملية رسم النقدة الأولى بدلالة الإحداثيات Y والإحداثيات X أيضاً النقدة الثانية تم عملية رسمها بدلالة الإحداثيات Y والإحداثيات X وبالتالي تم عملية توصيل المقادمة بين الخضوط لحصول على مظلع ورسمه بدقة عالية الطريقة الثانية هي رسم وتوقيع مظلعات الثيودليت بدرجة مركبات الأضلع كما نلاحظ عزيزي الطالب في الشكل المرفق فأنه تم عملية استخدام مركبات الأضلع الدلتا X للظلع الأول والدلتا Y لنفس الظلع بغرض عملية رسم هذا المظلع تكرر هذه العملية بقية الأضلع وبالتالي تم عملية التوصيل فيما بينها والحصول على مظلع المغلق بدقة عالية الطريقة الثالثة وهي عبارة عن رسم مظلع الثيودليت بدرجة الزوايا والأضلع والانحرافات كما نلاحظ في الشكل التالي ولكن لابد من توفر أدوال جميع خضوط ومظلعات والزوايا الداخلية والزوايا الخارجية أيضا توفر انحرافات جميع خضوط ومظلعات وبالتالي في هذه الطريقة يتم عمليا استخدام احتاثيات أول نقدة وهي عبارة عن احتاثيات النقدة في عملية تحديد موقعها ثم يتم عملية رسم أول ظلع وهو عبارة عن الظلع بمعلومية طول الظلع وبمعلومية انحراف الظلع لتحديد النقدة ب وبالتالي وصل النقدتين اللي هي عبارة عن نقدة البداية ونقدتنا بالنسبة للظلع فنحصل على الظلع الأول تكرر نفس العملية لبقية الأرض حتى العودة إلى نقدة البداية وهنا يوضح لنا شكل آخر تم عملية عمليا رفعه بدقة عالية من الحق وبالتالي عملية تصحيح هذا المظلع لوصول إلى عملية الرسم حيث تم الرسم هذا المظلع بدلالة أضوال أضلاع المظلع وبدلالة الزوايا الداخلية الخاصة للمظلع أيضا بدلالة انحرافات أضلاع المظلع وبالتالي هذه هي الطريقة الثالثة من خلال رسم وتوقيع مظلعات الزوايا عزيزي الطالب في نهاية هذا اللقاء سوف نسرد ملخص عام لمحتويات اللقاء حتى يتم ترسيخ المعلومات من خلال الشرح السابق نكون قد تدرقنا إلى توضيح مفصل عن عملية تحقيق مظلعات الزوايا المغلقة حيث تم تصنيف قياس ورصاد مظلعات الزوايا إلى نوعين رئيسيين قياسات بواسطة الزوايا وتم توضيحها خلال اللقاء وقياسات بواسطة الأضوال والأضلاء وهذا تم أخذه في لقاءات سابقة في مقرر مساحة واحد ثم بعد ذلك تدرقنا إلى توضيع احتياطات زيادة التكل في رصد الزوايا الثويدليتية أو بما تسمى بالزوايا الأفقية وذلك من خلال عملية رصد كل الزوايا في وضعي الجهاز متيامور ومتيازر والجهاز على عدة أقواس أيضا استخدام عملية قفل الأفق وفي نهاية هذا اللقاء تم شرح خضوات حساب وتصحيع مضلعات الثياد不ليت المغلقة وهي التسع خضوات ذات وفي نهاية هذا اللقاء تم شرح خضوات حساب وتصحيع مضلعات الثياد المغلقة وهي عبارة عن 8 إلى 10 خضوات رئيسية بداناها بعملية تصحيح خضاء القفل الزاوي ثم عملية حساب الانحرافات وحساب المركبات وتصحيحاتها ثم بعد ذلك بعملية حساب الاحتاثيات والمساحات والاطوال والانحرافات المساحة انتهاءا بعملية الرسم التي تدرقنا اليها عبر ثلاث طرق تم شرحها بواسطة الصور والمخططات التوضيحية عزيزي الطالب يوجد مرفق خاص بالمهام والتكاليف التي يجب ان تقوم بها حتى يتم ترسيخ المعلومات التي ذكرت في هذا اللقاء وتعم الفائدة العلمية يجب تسليم ما تم ذكره في المرفق خلال اسبوع من تاريخ هذا اللقاء على الايميل الموضح في الشاشة والى لقاء قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته